اشتركوا في القناة موضوعنا لهذا اليوم أو سؤالنا لهذا اليوم يعني شوي هو معقد ولكن مضحك في نفس اللحظة موضوع الجلب والتوفيق والتزويج والتفريق والقهر والقتل والسحر بالقرآن وبروحانيات عالية ربانية علوية هذا موضوع يجاني عليه كثير أسئلة وحبيت اليوم أني أنا أحكي فيه بتلاقي عنوين موجودة على مواقع على تلفزيونات بقول لك أنا بزوج وبطلق وبجلب وبغنيك وبجيب لك الثروات والأموال وبستخرج لك الكنوز وبعمل لك المعجزات وعادي لو بدك بصير قرد وبتشكلب لك كمان وكله بالقرآن احنا ما بنتعامل مع شياطين يعني أنا شغلي رباني أنا بتعاملش غير مع ملائكة وما في أي إشي بيغضب الله لا حاشة لله يعني احنا نشتغل شغل نظيف على مية بيضة زي ما بيحكوها ولكن أنا السؤال اللي بدي أسأله لهدول الأشخاص أو للأشخاص اللي بتعاملوا مع هدول الأشخاص أو اللي بتصلوا في هدول الأشخاص انتوا عقلك وين؟ يعني لما ربنا خلقك إنسان حر إلى قرارك وبتحب أنت إنسان أو إنسان بيحب إنساني بيحبها تزوجها ارتبط فيها يعني أو إنساني بتحب شخص أو عجبها شخص وتجوزته وبتحبه وبيجي شخص آخر بقولك لا والله أنا حابها للبنت هاي بدي إياها تطلق جوزها وتجي تتجوزني أو بدي هذا الشخص يطلق مرته ويجي يتجوزني أو والله مرته أنا مش عجبيتني مش داخلت لمنزور بدي إياه يروح يطلقها يعني أو والله هاي البنت يعني مغرورة في حالها وحلوة كثير يعني لش يعني الناس يطلعوا عليها لا بدي أنا محدش يطلع عليها والكل يقرهها وتظلها بايرة وقاعدة في بيت أهله وما تتجوزش أو 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 إلى ما لا نهاية من هذا الكلام وبتروح على شخص أنت بقولك أنا بتعاملش غير في القرآن وما معي غير ملائكة أعوذ بالله من الشيطان أنا بتعامل مع شياطين وبقولك في نفس اللحظة أنا بعمل لك كل هدول وبعمل لك أكثر من هدول ليش هو أنت اللي بتعمله شو اسمه يعني؟ إذا ربنا خلقنا أحرار وأصحاب قرار ومخيرين في كثير من المسائل وأنا اخترت وأنت تيجي تعملي إش يتدخل مخلوق عشان يتحكم في عقلي ويغير وجهة نظري ويخليني أتجه باتجاه أنا ما بدي إياه وأنظر لشيء أنا ما بنظر له أساسا وأمتنع عن النظر عن الشيء اللي أنا بدي إياه لأجل أني أرضي فضولك أو أرضي عواطفك أو أرضي غريستك هذا ربنا برضاه هذا إشي الملائكة هي اللي بتعمله بأمر الله هذا إشي في القرآن موجود كل اللي بيحكوا هذا الكلام كلهم دون استثناء حتى لو كان ماسك في ستار جدار الكعبة كذاب ضال أو بديش أحكي ضال لأنه ما بتنطبق عليه صفة ضال هذا إنسان مضلل هذا أخطر من الشيطان لأنه هدولا شياطين الإنس شيطان الجن لو ذكرت اسم الله بهرب ألاف الأميال لأنه ما بتحمل ذكر الله ولكن هذا الشيطان بقعد أمامك تقرأ عليه القرآن كامل بقول لك طيب وبعدين ربنا يعيدنا ويعيدكو ويحمينا ويحميكو من شياطين الإنس ومن أنفسنا خلال الأيام القادمة إن شاء الله راح أنزل تسجيل لرقيتين رقية من السحر والتحصين ورقية من العين والحسد بطريقة لم تسمعها ولن تسمعها إلا إذا حدا قلد بعد ما أنا أنزل هذه الفيديوهات واللي راح تحسه في هاي الفيديوهات أو في هذا التسجيل إشي ما راح تحسه نهائيا في أي تسجيل إن شاء الله في الأيام القادمة بكون بين إيديكو وبعطيكو تنبيهات لكيفية الاستماع ومن تابع بعديها كل إشي بوقته نروح لتوقعات اليوم حكينا في توقعات الأمس إنه إحنا في ساعات خلو مسار طويلة ورح يستمر خلو المسار هاد لغاية الساعة الرابعة وتسعة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش صباحا القمر موجود في منزلة البلدة منزلة الثبات والربح والسلامة رح تستمر هاي الزاوية لغاية ساعات الصباح اللي هي تقريبا للفترة اللي بنتهي فيها خلو المسار بكون القمر دخل لبرج الجدي واستقر في منزلة سعد الذابح هاي المنزلة تصلح للعلاج وللفراق وللخلاص وللحرية القمر لما بكون موجود في الجدي بأثر علينا انه منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز اكثر من عمل بكون متراكم عنا منجد انه الامور بتصير معنا بسهولة بس ممكن يسيطر علينا نوع من انواع التشاؤم ونوع من انواع المزاجية والاكتئاب بهاي الفترة بكون لازم علينا الاجتهاد اكثر عشان نحقق اي شيء بدنا اياه نقدر ندخل في اي مشروع جديد او شراء تحف جديدة او البدء بحمية لتنزيل الوزن او شراء بوليس التأمين حكينا بنتهي خلو المسار الساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش وما قبلها يعني من الان لغاية هاي الساعة هي فترة خلو المسار وفترة خلو المسار حكينا انه هي لا تصلح للبدء باي عمل جديد لانها فترة شوي نحسة وزواياها سلبية في واحد بيجي بيقول طيب لو صار وانا اشتريت في هاي الزاوية او في هذا الخلو المسار يعني شو بدي يصير لي هو ما بيصير لك ولكن ممكن انت تطلع انغشيت او ممكن الاشي هذا اللي انت اشتريته يكون فيه اعطال كثيرة او ممكن عقد الزواج اللي انت حطيته هاد يطلع فيه مشاكل كثيرة حتى في الزواج نفسه ويصل لمرحلة الفراق ممكن انه تخسر فلوسك في هاي الساعة اذا بدأت بمشروع بدون ما انت تكون مركز وواعي لانه هاي فترة بتكون الذبذبات كلها سلبية بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد خلو المسار رح تكون الساعة تسعة وتسعة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش صباحا او ظهرا تقريبا هاي الزاوية رح تكون زاوية تثليف ايجابية بين القمر واورانوس بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها يعني اي مناسبة اجتماعية ممكن انه من خلالها نطلع احنا بفايدة او مصلحة او شخص يساعدنا بامر معين ممكن البعض يفاجئنا بشيء غير متوقع وممكن احنا يصدر منا شيء للناس اللي حولينا شيء مفاجئ او غير متوقع ايجابي او سلبي ولكن بما انها زاوية ايجابية معناته اشيء ايجابي يعني واحد يجيب هدية او يقدم هدية او يتوظف بشكل مفاجئ او يعمل هيك مناسبة حلوة بشكل مفاجئ يفاجئ الموجودين فهي زاوية المفاجئات احنا منسميها ولكن المفاجئات السعيدة بالنسبة لخلوة المسار القادم بما ان القمر رح يكون موجود بالجدي رح يستمر القمر موجود بالجدي لغاية يوم 24 واحد وبعدين في خلوة المسار رح يكون الساعة 2.8 دقائق صباحا يوم 24 الشهر بيستمر خلوة المسار هاد لغاية الساعة 21 دقيقة بعد العصر بعدها القمر بنتقل لبرج الدلو عمر القمر القمر في انحصار الهلال 25 يوم واليوم بعد منتصف الليل الساعة 12 و 25 دقيقة بتوقيت جرينيتش بصير 26 يوم نسبة الاضاءة بتكون 12% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها خلال هذا النهار الشمس في الدلو حتى 19 اثنين مزاجها منتحس وسبب الانتحاسة انه هي بلشت بزاوية التربيع اللي حكينا عنها في توقعات الشهر زاوية التربيع مع اورانوس وهي زاوية رح تتشكل بكرة رح نحكي عنها هذه زاوية سلبية جدا واحداثها خطيرة جدا القمر في القوس والجدي حتى يوم 24 واحد مزاجه ممتزج عطارد في الدلو حتى 32 مزاجه سعيد الزهرة في الحوت حتى 72 مزاجه سعيد المريخ في القوس حتى 16 اثنين مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى 14 و 5 بنقدر نقول مزاجه سعيد ولكن سعوته مش كبيرة زحل في الجدي حتى 11 و 5 مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية مزاجه ممتزج هذا بسبب برضو الزاوية اللي حكينا عنها مع الشمس اللي بدأت تتشكل نبتن في الحوت حتى 23 ستة مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيامة لبعيدة حتى ساعات الصباح وبعدين بنصب اهتمامكو حول عملكو ومصالحكو الاجتماعية أهمش أنك ما ترتج للمواقف ولا التصاريح ولا تبين اللي جواك ولا قراراتك عشان ما تكون ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات ممكن تواجه أكثر من أمر صعب ومعقد خلال هاي الفترة بدك تلتزم بالمسئوليات صحيح أن الفترة فيها أشياء إيجابية ولكن أنه بدك تدير بالك من التحذيرات اللي حكيناها اللي هي الفوضى وقرارات مفاجئة أو صادمة أو متسرعة وبتكون أمورك إن شاء الله كلها ممتازة برج الثور طيلة الليل يعني من الآن حتى الصباح بتنهمكو في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة وبرضو منحذركو من تخفيف النفقات أما في ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات رح يكون في عندكو أكثر من لقاء وأكثر من فرصة رح تفتح أمامك حتى ممكن تفتح أمامك أبواب السفر أو التسويق أو الاستراد والتصدير أو النشر أو الدراسات العليا أو الدراسات الأكاديمية أو تعلم لغة أو تسجيل في مركز لغات تفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة اتحرك على مختلف الأصعد في هذا النهار اكسب كل ما بتقدر أو شو الجهد اللي عندك حاول إنك تستغله في خلال هذا النهار وإن شاء الله رح يكون النتائج رح تكون مبهرة بالنسبة لإلك برج الجوزاء يعني لغاية الصباح بظل اهتمامكو بنصب حول موضوع الشراكة وتدعيم الشراكة بظل فيه نوع من الأجواء الرومانسية المشجعة بالنسبة لإلك ولكن في ساعات الصباح بتكون تنتبهوا لضبط ميزانيتكو وإدخال تعديل عليها على التفكير في نمط الميزانية وين المصاريف وين المديونية كيف بدي أوزع مصاريفي كيف بدي أنا أجيب فلوس عشان أسكر الديوني اللي علي بدك تركز على نمط حياتك عشان يتماشى مع الفترة اللي أنت فيها من تقدم وتطور مع محيطك بالذات ممكن يطمئن بالك وتفرح لتطور معين أو لشيء معين رح يجيك ثماره خلال هذا النهار فترة جيدة ممتازة كمان لتصحيح الأخطاء أو لتكرار محاولة سابقة أنت حاولت أنك تبدأ فيها أو تعمل فيها ولكن وجدت أنه ما حلفك النصيب أو الحظ فيها هي بحاجة لمحاولة ثانية لو حاولت إن شاء الله أنك رح يتحقق الشيء اللي أنت بالذكية خلال هذا النهار برج السرطان يعني بتكوا تحاولوا قدر الإمكان لغاية الصباح تمشوها بس بإنجاز اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم وبتكوا تظلوا مراقبين صحتكم وأي طارق يعني ما تتكاسل في مراجعة الطبيب في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم القمر موجود مقابلكم مباشرة في أمور ممتازة ولكن طاقتك ضعيفة أهم شيء بدك تحافظ على هدوءك ما ترتجي الكلام أو توجه ملاحظات تكون بطريقة حادة جدا تستفز فيها خصمك وخصمك ممكن يكون في هاي الفترة أقوى منك لأنه أنت طاقتك ضعيفة وتكون النتائج أنت مش بحملها هاي الفترة ممكن تحمل لك فترة ارتباط إما ارتباط زواج أو ارتباط خطوبي أو ارتباط بعلاقة أو ارتباط بعقد مع شركة معينة ولكن الموضوع رح يكون مهم نرجع بنقول لك بدك تحافظ على هدوءك وعلى أعصابك وما تكون عدائي بدك تكون إنسان مسالم برج الأسد بيظل عندك رغبة لغاية ساعات الصباح بالتقرب من أحبائك وتعزيز العلاقة معهم الاهتمام فيهم التواصل معاهم ولكن من ساعات الصباح بصير القمر موجود في بيت الصحة عندك وبيت العمل عشان هيك منقول إنه في الفترة هاي العمل رح يتراكم عندك وما تهملوا صحتك بدك تحاذر من التعب الصحي أو تعب جسدي بمنعك من أداء واجباتك اليومية يعني بكون عائق ما بينك وبين واجباتك اليومية ممكن تظهر في هاي الفترة بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة اللي بتخليك شوي تشعر بنوع من أنواع التوتر أهم إيش إنك ما تنفعل وما تعصب وما تتوتر خلي الفترة هاي تمر بخير وسلام لحد يتما ينتقل القمر من عندك بعدها كل الأمور إن شاء الله بتصير أحسن ولا صالحك شوي أكثر برج العذراء بتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتشغل فكركم لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح تشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم تدخلوا فترة إيجابية كاملة فيها من الحظ وفيها من العاطفة وفيها من الأمور المفرحة جدا وممكن حتى تفرح لإنفراج يكون ملموس بالنسبة ليلك ترتفع فرصة النجاح بهاي الفترة وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة تكون مباركة في خلال هذا النهار ممكن تتلقى إشارة أو اتصال أو مبادرة من أشخاص تكون هاي دلالة على إشي إيجابي رح يكون لمصلحتك في الفترة القادمة هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك خصوصا في الفترة الماضية يعني بعد الفترة الماضية اللي كانت متعبة جدا استغل النهارين هدول القادمات لمصلحتك لأنه بعديها القمر رح يكون موجود في بيت الصحة عندك فممكن أنه يعطل عليك بعض الأمور فحاول أنك تستغل هاي الأيام يبل ما يوصل للبيت السادس والسابع والثامن لإلك برج الميزان يعني بظل عندك نوع من أنواع النشاط والاتصالات وتبادل الآراء والأفكار حتى ساعات الصباح بعدها بتدخل بفترة إلها علاقة بالأجواء البيتية والعائلية حاول أنك تستغلها بتلطيف الأجواء العائلية تضغطها شوي لكنها برضو بتكون فيها أشياء إيجابية لصالحك ممكن هاي الفترة تثير نوع من أنواع الإضطرابات أو تكون هيك يعني مزاجيا مش مرتاح للأشياء اللي بتصير داخل البيت أو مع أشخاص اللي داخل البيت أهم إشي إنه بالفترة هاي ما تخالف القوانين وإحترم المواعيد وأهم إشي الالتزامات المهنية اهتم بعائلتك كثير برج العقرب يعني كل التفكيرات المالية والأمور المالية والمصاريف والنفقات والفوترة والسداد للديون والالتزامات بتظلها برضو مرافقيتك حتى ساعة الصباح أما من ساعات الصباح بعد انتهاء قلو المسار واستقرار القمر في الجدي بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات هاي الفترة بتصير مهمة للتواصل مع المجتمع بتقدر إنك تسمع صوتك لأي إنسان ممكن تقوم بأي رحلة عمل أو بتنقلات أو باتصالات إلها علاقة بالعمل بتكون مثمرة جدا عندك تحركات كثيرة ممكن تتحرك باتجاه فاعل كبير ممكن باتصال أو ممكن حتى السفر أو على اتفاق يعني عقد اتفاق مع أشخاص معينين لأجل عمل معين أو ممكن هاي الفترة تحمل لك نوع من أنواع المصالحة برج القوس يعني عندك نوع من النشاط والقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكو حتى ساعات الصباح بعديها بصير اهتمامك من ساعات الصباح النظر للميزانية وللديون ولأسداد لديون والفوترة أهم إشي إنك ما تغامر بأموالك ما تغامر بمشتريات إشي مش محتاجها هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا ما تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة حاول إنك تدرس الأوضاع بشكل عقلاني أكثر من إنه يكون عاطفي أنت بحاجة لكثير من التعاطف والتضامن معك برضو بدك تخفف من حديتك في هاي الفترة لأنه ممكن سوء التفاهم هاد ينقلب ضدك مش يكون معك برج الجدي يعني التعب ما زال مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح بعدين زي ما حكيت لكم في الأيام الماضية إنه مجرد ما القمر وصل لعندك رح تستعيد ونشاطك وحيويتك بشكل ملحوظ جدا رح تستعيد حماستك وعزيمتك رح يكون عندك جاذبية وتمارس جاذبيتك رح يكون عندك شيء لا يضاها ممكن تبدأ بمشروع أو خطة جديدة أو عمل جديد ممكن تصلح كل الأشياء اللي تعطلت خلال الأيام الماضية بتملك الطاقة الكبيرة للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق في خبر صار رح يصل لك خلال اليومين القادمات ولكن برضو بتقول لك إذا أنت ضليتك ياعد تستنى ما رح يجيك إشي لازم تتحرك وتنطلق عشان يجيك كل إشي استغل الأيام اللي أنت داخل عليها من الحضود برج الدلو بتنشطوا بين الأصدقاء حتى ساعات الصباح بعدين بتدخلوا فترة غير مريحة يعني من ساعات الصباح بصير القمر موجود في بيت متاعبكم يعني هاي الفترة فترة سلبية وسيئة جدا رح تكون عليكم بدكوا تنتبهوا كثير لصحتكم بدك تتجنب اتخاذ أي قرار حاسم أو مهم في هاي الفترة هاي الفترة فارغة من الحضود وبنقدر نحكي أفاشل كمان بدك تدير بالك من الأفكار السودة لا تخلي الاكتئاب أو الأفكار السودة أو الأشياء الغير منطقية أو الوسوسة اللي بتجيك إنها تسيطر عليك خلال هذه الأيام معنوياتك شوي رح تنخفض ولكن كل هذا بسبب تواجد القمر في بيت متاعبك أيام وبعدين القمر بصير موجود عندك وبتقدر تعمل كل إشي بالدكية هاي الفترة فيها كثير من خيبات الأمل حتى ممكن تتأخر عن عملك أو أعمالك أو تأخر أعمالك فعشان هيك حاول أنك تتمشيها بالكيفية اللي ما يكون فيها ضرر عليك برج الحوت يعني بتكو تظلوا ديرين بالكو على سمعتكو ومصالحكم حتى ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بصير عندكو نشاط كبير جدا تلتقوا فيه الأصدقاء حاول أنك تصحح العلاقات المتردية تصالح الأشخاص اللي يزعلوا منك خلال الفترة الماضية بادر أنت ما تستنى هم يبادروا فترة مناسبة برضو للمصالحة وتصحيح الأقطاء أهمش أنه بالفترة هاي ما تكون وحيد لازم تختلط بالمجتمع فترة ناشطة وواعدة دراسيا ومهنيا وعائليا ولكن بدك أنت اللي تبادر عشان تحصل على هذا الإشي أما إذا أنت بدك تظلك تستنى فيه ما رح يجيك في هاي الأيام رح تكثر عندك الاتصالات والمواعيد استغلها عشان تكون الفترة هاي بالنسبة لإلك فترة إيجابية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم بشكر كل واحد دعالي أو تواصل معي أو سأل عن صحتي في الأيام الماضية بشكركم جميعا وإن شاء الله أنه الأيام القادمة أحسن فيها خير أكثر علينا وعليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا رضا الله ورضا الوالدين أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر